سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاهزين يا ريس؟ تفقد ان احنا لايف. الحمد لله. احنا كده بمشيئة الرحمن. لايف ما بين نقابة الجيزة وصديقي والأخي العزيز حاجة احمد دوري اللي بشكره. الله يجاي من جايب. دي يعني وش يعني لو لا تفكركم السرعة على حاجة احمد اللي بتاع تتخطط. يعني وي ربنا هفيرة وي القناهنا. النهارة هنكمل مع بعض شروعينا اللي كنا بدأناه في العصر البقر. زي ما اتفقنا? ان احنا وصلنا لغاية بطلميوس التاني. وصلنا لغاية المشاكل اللي ألمت بعهد بطلميوس التاني. الخيرات اللي حصلت لمصر في عهد بطلميوس التاني. الاعياد اللي تمت العيد الملكي اللي كان بيتم في اسكندرية في عهد الملك بطلميوس التاني. لقينا ايه؟ عدد كبير من المؤلفين التال اللي تكلموا عن مصر. واغلب من شرح اوصصة اثار مصر واهميتها وقوتها كان يتحدث في فترة العصر البطلمي تحديدة لعه بطلميوس التاني. واتفقنا ايه؟ من اهم المشروعات اللي كانت فيه موجودة في المرحلة دي كانت مكتب اسكندرية. اللي جول كاسيوس قال ان اسكندرية لما اتكلم عنها في القرن التاني الميلادي قال ان اسكندرية كانت يا حج احبا كان الملوك عندهم شغف غير عادي بالكتب والمكتبات لدرجة ان كان بعضهم بيشتغى بيمزل على البحارة اللي على الملاتب ويقولوا كتاب اللي معاك دا انت قريته اه؟ هات النسخة اللي انت قريتها ويديله هدية ويحتفظ بالنسخة بتاعته في المكتبة حتى كانوا يسميها نسخ البحارة وكانوا بيسبيقهم الكتب ومايرجعه هاش احني كانت المكتبة كانت مهمة جدا لكن بطلميوس التاني وحكينا قصته مع مجاس والقصة الشهيرة اللي حصلت والخيالة اللي حصلت في الاصل وانتهى بان بطلميوس التاني في اخر ايامه اشرت معاه في الحج ابنه بطلميوس التاني بطلميوس التاني من سنة 2246 في مرحلة كانت اكتر المراحل واقفضلها وما اتحلل من المراحل القوية جدا في تاريخ اسره البطلميوس بوفاء بطلميوس التاني انتقل الحكم بشكل طبيعي الى ابنه بطلميوس التاني المشكلة الولى اللي وجدته كانت مشكلة كبيرة جدا كانت المشكلة ان بطلميوس التاني عند وصوله الى العرش استضم بخبر وحش قوي ان زوجته ايسف ان اخته اللي كان تكون تزوجة الملك السوري مات بعد ان مات جزهة قتلت هي والنها بطلميوس التاني ماعجبوش الوضع فقام بالهجوم على سوريا على الممالك السلقية وبدأ يفكر في انه يعمل تواصفات لماس باسم انتقاما لاخته من ناحية ومن ناحية تانية رغبة السيطرة واعادة النفوذ المصري اللي ضع مع الحرب السورية التانية لو حضراتكم متفكرين واللي فيها بطلميوس التاني انهى الامر بزواج بنته من حاكم سوريا انتيورخس وكانت تسمى بحملة ألبان وصل بطلميوس لمرحلة قوية جدا مرحلة قوية من النفوذ والسيطرة ولكن وصلوا الخبر بان الامور في مصر لانتعب مستقرة وقامت الثورة في مصر وكانت ربما الثورة الأولى التي يقوم بها المصري يوم في العصر بطلميوس وهنا حقف عن احد اصدقائنا من منشدين السياحيين حيال النهاردة بعتلي ببعتلي زميلة بسرع وقيتلي انها متابعة محاضرات النقابة وان شاء الله يمكن حتابع معاني التانية فبيتقولي هل المصريين كانوا مضطهدين وهل قولد الاضطهاد كان لغير لعصر الجمهوري قلت لها زي قولي الكلام ده مصر كيف اقول ان مصر كانت مضطهد حتى لعصر الجمهوري مصر كانت دولة قوية مصر كانت دولة وقفة على رجلها مصر دولة وبعيدها مرة تانية من الجملة بتاعتنا مصر دولة تحتل المحتمل تأثر عليك تضمه تحتضل بطلميوس التالي لما جه ووصل الى العشر خرج فالحضر لكن بمجرد ما وصلته بعد ان مصر فيها مشاكل ساب كل تكنخارجه في سوريا وكاده ان يوصل الى كل المناطق دي اللي خضع المفوضة السلوكية ويعمل توفعات محدش عملها لكن بطلميوس التالي بمجرد ان وصله الامر لان الازمة الامة بمصر عاد الى مصر بسرعة قالوا ان فيه ثورة ضدك في مصر قال انا ااسف على اي حاجة خطأ منك شوف الملوك لما تبقى شوف المالك لما يقع قول وثق من نفسك بطلميوس التالي قال اعفو عن كوزة منفارة ضد في الازمة ثم قال تفتح مخازم الطعام لكل منتضرر من المشاكل الفيادات ثم اقوم باصلاح التقوين التقوين ويمكن بدع حضراتكم ان احنا هتبقى فيه محاضرة ضد الكتب ان شاء الله لسا بعدها هيتحدث في شهر ستنبه هتكون محاضرة كاملة عن التقوين المصري القديم بالاضافة احنا قدمنا للفكرة الفكرة للتقوين زي ما قولنا قبل كده وبنعيد برا 2-3 قد التقوين المصري كان واحد من حدث كبير من التقوينات البعض بيوصلوا ال 18 تقوين وكان لنه التقوين القمري بالمصري لن يجهل التقوين القمري ومن هنا لابد ان انا اعرف يعني ما كانش بيجهل التقوين القمري كان بيستعملو زيه زي التقوين الشمس ولكن التقوين الشمس اتفقنا ان هو مرسوم لتلت فصول اخذ بيبت شمو وموجود على بغمر روكة لو حضراتكم فطير ان شاء الله لما ساقرة تفتح ننظم مع النقابة رحلة لمنطين ساقرة بالشكل الكلاسيكي بتاع بشكل الكلاسيكي اللي ممكن المرشد يقدمه على بغمر روكة بيقول لابنه مروركة بيقول لابنه هنعاول فصول السنة الثلاثة الحياة والعنف في النفق العنف حطب نفر الحياة الهادئة الجميلة هاش طالب بتدوجي هكتر من كده مروركة كان متوضع جدا الفصول دي اتفقنا انها بتبدأ وحسب النص اللي فهابه اللي بيقول في اليوم التاسع لما الشهر التالت من فصل الشمو بتظهر انه بصدت اللي بيقعني بداية السنة ومن هنا كانت بداية السنة او بداية التقويم بتبدأ مع شهر والشهر ده بيوصل تسعتاشر سبعة بجمه تود الشهر الاول ثم يالينت بابع اللي هو بقيبل اللي هو وايد القبج ثم هاتور ثم كياه ثم تشبيث اللي هي الحنظة ثم طان خيل اللي هي صفاء من صفات ست كالربة الالعواصر ثم بطة اللي ؟ المعبودة اللي كانت وبها لكرر ثم بيسيرة او مصرة اللي بنسمع للميا سرة وهو عالفكرة احنا في الفترة دي اللي كانت فيها شهر الثمانية دايما عن وفاة اني هو راجل صلح الامر ده وابتدى يشتغل على عملية التثبيت وعملية التصلحات بتاعته ومشي في الامور بشكل رائع جدا مع بطرانيوس التابع علشان كده وكمان عمل حاجة ودي حاجة مهمة حقف عندها شوية حضراتكم هنا كتير مننا اللي بيزور بسكندرية ويروح يزور منطقة كومت دكتة هنسميها مسرحي يعني احنا مخلص لتقريبا فكرة انها بكون مسرح دي ركنها على جنبها خلاص يعني لأ اسباب كتيرة شرحناها لا عناصر المسرح موجودة ستزدد الدكتورة مونا حاجة يمكن ستزدد الجامعة اسكندرية بياميله ان المكان كان مكان تعليمي اكتر وبعض الناس بيميله انا ميلهم شخصية باميله ان هتكون القوليتاريوم بتاع اسكندرية او المجلس التشريع الاول اللي هو قيم في زيارة الامبراطور ستيني سفيروس الاسكندرية اللي حاكم مدنية 292 و205 ميلادين بطل ميوت رجع الاثار كان كل البطلما ان لو رح جاحمد بيقوله احنا عايزين نرجع الاثار اللي خدوها الفرس الفرس خدوا مننا الاثار وهم خارجين سواء في بطل ميوت فصرها و20 او خروجهم مع مجلس كندر وكان اغلب الاثار من مدينة هليوبرس شكرا ممكن في دراس عملتها 2007 قلت فيها الارث الحضاري لهليوبرس اسكندرية ليه هليوبرس؟ هليوبرس واحدة من المدن اللي عمرها مكانت عاصمة مصر قوله عمرها لكن كل فلسفة ودين وحضارة وقوة المصريين خرجتلي من المدينة دي يعني كل ما تكلم على ديانة مزهر قوله مزهر التسواء قاله قليها في التسواء يعني دايما التحرك بتاعي ماشي معا اتنين ان الاسكندرية لما انا عايزة اوصل لها لمدينة جديرة عايزة اه قرارت اهلها ان يجعلوا ثقافة المكتبة وقوتها جزء من اليوبرس فربما ان بطل ميوس الثالث لما قال في النص التالي انه اعاد الاثار الى اماكنها الاصلية ربما كلمة الاصل او الطبيعية هنا يقصد بها الرجل في هذا النص يا أستاذ العزيز انه بيرجحها الى العاصمة الاسكندرية بيرجحها للمكان اللي لازم انها تكون فيه وروا مدينة الاسكندرية مطل ميوس الثالث عامل دول ٢٣٨ الكهنة المصرييه اجتمعوا في مدينة كانوب ٢٤ ٢٣ وشمارغرب اسكندرية كانوب اللي هي كانوب تل التهب او القسم اللي ذكر فيه اكتر مدينة الاسكن صدرتنا العديد الدكتور عبد الحميد مسعود كنا اعمال مدرسة وطيفة ٢٠٥ عن كانوب ومزور على فطة بنعرينيه وتكلمنا على المحبب اللي في كانوب وارتباط فرع النيل الكنوبي اللي موجود في هذا المكان الرعب اللي هنا او لما تكلمنا قلنا ان قعدوا فيه كانوب اذا قريب من اسكندرية قريب من المحطر عرش الملك واقعدوا وقرروا في الامر ان هما يردوا للملك الجنوي قالت شكرا 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 على كل اللي انت عملت عافيت عن الصور فتحت ما كان المغلال صلحت لنا التقوين رجعت ات حاجة متسابق انت من النهاردة راجل يورجي تيز ومن هنا بقى بطل ميوس الثالث اجتسب محبة المصريين خاصة نختصر ده كله في جملة جمعنا بينا الشخصية العسكرية الكوية بتاعت جيته والشخصية المحبة الفنون والجمال واربئة مع ابو بطل ميوس الثالث بطل ميوس الثالث كمان كان عنده ميزة حلوة خد زوجة واحدة مخدش مخصيرة كان بيحب الثقافة جدا دون الدخول ودون ان تلهيه عن قوة مصري زي ما قلت لحضراته ان بطل ميوس الثالث عمل عدد من الإشارات حرص على دناء المعادل وعشان كده اغلب المعادل اللي فيه السرائيل هنعرف ان البدايات و بدايات الشغل الفادي فيها كان بطل ميوس ثلاثة هو الباب ليه؟ لان بطل ميوس ثلاثة وفي السرائيل منحو كل رفين ولكن التتبع وعلى فكرة ينصر لعمد بطل ميوس الثالث انشاء معبد السرابل في الإسكندرية لو حضراتكم بصيتوا في حاجة غريبة جدا هتعرفوها ان كان أدرياني الرجل التالياني ها فيه؟ بوتيو بريكشيا أدرياني دول الثالثة الطلاين الكبار اللي كانوا شغالين عندي في أثار إسكندرية نهاية القانو 19 ومطلع القرب العشرين أدرياني كان فيه سنة تسعة وتلاتين شغال في المنطقة بتاعت كرموس حوالين عمود دقليدياني مثل اللي بيسميه تجعوز العمود السرابل الرجل هو شغال كان اا اعتذر اذا كان فيه عبد القناة في يوتيوب ان فيه مشكلة في الاتصال لكن هتبقى الجمهور الأحدث بها ان شاء الله وصفحة القناة هتكمل المحاضرة معه اا صفحة النقابة اا الرجل ده كان شغال ووصل للجزء معين لما يعني في الحرب العالمية التانية اتعبت طلائنا معين مصر كان دوب إيطاليا في الحرب مصر فجد ألن رو وألن رو كنت بلقص حسن الحظ اللي يبتشك لوحات تأسيس السرابيون بتاع اسكندريا اللي كانت من عهد بطل ميوز التالت اللي أقام من لوحات وكان بنسباله شيء من أروع الأشياء وأفضلها اللي قام بها هذا المنطقة بعد بطل ميوز التالت لما مات سنة 2121 وبعد ما قعد عالحكم 25 سنة 2246 انتقل العرش من بعدين الى إجنس بطل ميوز بطل ميوز الرابع لما وصل الى الحكم هي مشي في اتجاه تاني خالص اتجاه ان انا أبويا سيبلي شركة كبيرة وسيبلي أرض وسيبلي أملاك وسيبلي دنيا مستقر بدل ما انا قعد وأقول لابويا ان انت بنسبال الشخص كويس وحوسع ملكك بدأت تعيش في شكل مختلف بطل ميوز الرابع لما وصل حكمه كان عنده 23 سنة مش عامل حساب معتمد على الموظفين الأوروبي الأغريبين منه وكان منهم اتنين واحد اسمه سيسيبيوس وكان موظف فاسد لأقصى درجة الورقة في سوريا عند السلوكين كانوا اختلف تماما السلوكيين الغل واخده النار واكلاهم من اللي عملوا بطل ميوز التالت بيه تنكل بيه ولولا الفيضان اللي جيفت كان ممكن انه يقضي عليهم تماما علشان كده بطل ميوز الرابع ما عسابش حساب ان يوصلوا القيام بيريدوا لأود دليل وفعلا 221 قبل الميلاد قرروا ان هم يتحركوا لاسترداد جوف سوريا وبدوا يلعبوا على طريق الطريق الاول بس روح الفتنة والدسائف جوه المصريين التاني التحلق القول بطل ميوز ساعد سوسيبي وساعده كان معاي مجموعة من الاشخاص اللي قربين منه ايه اللي عمل قاله ولا تقلع الكل دي ولا في ايه مشكلة مصر اقوى مصر عاديين حضرتكو الكلام اللي فخم به بدون مهمة الراجل ويع في الفخ الفخ قدى الى انه دخل في الحرب 217 قبل الميلاد الحرب السورية الرابعة او ما تعرض به مع ركب رفع قامت الحرب وصل الملك السوري واخبع كل القوى اللي معاه سنة 22 و17 وقوين وصل وكاد ان ينتصر على المصريين ايه اللي حصل اللي حصل اللي حصل ان الملك لما خرج لمقابلة الملك السلوقي كان يتحرك في ثلاث اتجاه اتجاه يضم الملك على الفنيون اتجاه يضم المرتزق على الافيال اللي كانت بتتدرب والتالك هو العنصر الخفيف اللي ماشي وارد السلاح وهم المصريين من هنا لما الحرب قالت اضعف الاشخاص او اضعف القوى الموجودة هي القوى المصرية لكن الحاجة غريبة ان القوى المصرية تمكنت من تخطيق انتصار قوي جدا لم يكن محسوبا في عند لا السلوقيين ولا حتى عند مطلان ينصر المصريين هنا طبعا بالمجرر اللي حققت الانتصار والمعدن بتاعكم ظهر اللي حصل هنا ان الوضع اختلف تماما ليه؟ المصري هنا ابتدى يستخدم ان المصريين دايما احنا فكرة الحلم والرؤية فكرة تبقى جميلة الانسان بيسعى لها لما يكون مش قادم نعملها هو هنا بيلجأ للحلم يقول ان انا حلمت بكزا وحلمت بان العدو راق وحصل له كزا بطلان يوصل الرابع خاصة ان فيه مرسوم رفعش اللي عملوه المصريين واللي قالوا فيه على الملك انه فيه لباتر المحب لابيه الطفلة التي جاء على العرش ابيه قدوا يقدمولو الخيرات بس بالباب اشتنا اشتنا طب الحمد دايما لحضراتكو ان القصة كلها اشتملت كالاقصة ان بطلان يوصل الرابع ابتدت التنازلات تكتب ابتدى مش قادر منها من حاجة ابتدى ياخد من المصريين المصريين هم القوة الاقوى ابتدى يسمع لدرجة ان طلب منهم بناء مهبد في الصعيد فكان مهبد دي للمدينة اللي البلد حرخور والمعت وزيد سكر والامون المهبد بتصور فيه للمرة المولة والأخيرة في حدود ما هو معلوم حتى لا قال احنا الاشغالين تمام حجم؟ تمام حجم قال على القناة مش مختقر لكن المهم من الحاجة من الاشغالين ان شغال صفحة المنقبة او القناة لدين بيكمله بعض في العمل الحاجة الغريبة ان الراجل في المعبد للمرة المولة والأخيرة بس Franc还有 منع Nick وهو منظر هريك جدا كان مكانش محتاج jumped ان احنا ليق ACC بطل نيقص الخامس وأنا بشكر كل اللي دخل وكتب ويأي تعليقات ب bacteria حاجة منع معي كي يبلغنا بها دايمن ونرد عليها وإحنا ممكن ضع بطل نيقص الرابع عند موته انتقل العدش الطبيعي الى ادنه مطلب يوص الخارج استمرار الحكم ليه الولد وصل لتحكم السنة خمس سنة الخصة بتقول امه كانت وصية عليه مالكة ارسلول ايه رابع ايه ارسلول التالتة اسم امه كان وصية عليه الام وقفة مع ادنها بتساعد الولد سوسيبيس واجاسوكليس وولفا وحاشية كالساسان اللي كانت معهومة مش عادة مالهمش دور طب سرع هجموا وحاولوا انهم يكون ليهم دور لكن المرة ده بداية التغيير المصريين لفوا وولفوا بالضغط بل ويبقى لن المصريين في المسرح بتاع الاسكندرية والبعض الف الجنبازية بتاع الاسكندرية حكموا الناس دول وقضوا عليهم وقضوا لمصر القوة والسيطرة واعينوا واحد مصر يكون وصية على الشاب او الليقول ان بطلميوس الخامس بطلميوس الخامس لما وصل للحكم السلقيين استغلوا الامر مصر فيها مشكلة اجري اولا وهجموا بسرعة وقدروا ان هم يرضوا على جوف سوريا ويضيع احد الجناحين اللي دايما بنتحرك بيهم بالدينة سيطروا عليه وضع الجوف سوريا وعلشان يطمروا الامر عملوا حاجة لطيفة جدا جوزوا بنت ملك سوريا اللي هي الملكة كيلوباطرة الولد الى بطلميوس الخامس ولكن هي حاجة اعمل على الطريق المحرية يعني انت اللي هتدفع المهر يا سجول مش هي اللي هتبقى حاملة المهر المهر كان ايه جوف سوريا وضعت جوف سوريا وما بقاش فضلنا غير برطة في لبي في المرحلة دي حصل حاجة مهمة اولا حاجة يمكن ما اشرناش بيها في البداية في البداية كان في دولة بتاخد حرب ضد حنبعل حاكم كورتاجا الدولة دي هي المدينة التي انشئت سنة 759 قبل الميلاد وهي مدينة او دولة روما الحروب اللي هي بنسميها الحروب البنية الحروب البنية الامن قبل روما وما بين روما اللي كانت سيجة غربة بحد المتواصل مع حنبعل حاكم كورتاجا مصر كانت بتتفرد ايام بطل ميوس التاني كنا خد يابن حاجة وانت اخد حاجة بساعة الاثنين مبعافش مع حد ضد حد لان من بطل ميوس الخامس بعد نعيدت الحروب لعيد المشكلة انتقلت بشكل كامل ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان روما ابتدت تصدر اشاعة قوتها بتقول ان الوصي على عرش مصر ايام بطل ميوس الخامس هيكون ملك من او قائد من القدر الروماني الجميع انه في ثورة كانت في مصر ورومة حابب والدنيا هو حاجة الغريب لا الناس اللي سائلين ومنفصلين بالصعيد ولا بطل ميوس الخامس كدبوا الاشاعة الامر اللي اعطل الاشاعة نوع من انواع الثقة عند الله انت محدش قال لا فبدأت الدموة روما ده كان التدخل الاول لان مصر تبقى اقسم على مصر دايرة مصر في دايرة الضوء بتاعتي مصر في دايرة قوتي بطل ميوس الخامس سنة نية سبعة وتسعين حصل معا حاجة باشاة فيا دام جيه مش طبيعي الصوار استسلموا للماني بطل ميوس الخامس والاستسلام كان رده عليها عنيف جدا الرد دا اوجد نوع من حلم للجفاء والحكم علشان كده اوصياءه وقدعه قالوله انت لازم تصدر اعفاءات تقضى المصريين يعني الناس اللي حواليك خلي بالك انت كنت قاسي مع الناس اللي صاروا عليك كن هاتي اصدر الاعفاءات دي ان شاء الله والدعمة مفتوحة انا عارف ان العقد دي كتابة بس ما قدرش تقول الحج احمد بخير ان اقول ان ان شاء الله نكررها مرة اثنين وثلاثة من يوم السبت ان شاء الله هيقول لنا لقاع حنشوف في بقى الكبير بتاع المرسوم اللي انا هكتكلم عنه والاصل بتاع المرسوم كانوب واحد لان كانوب واحد بطل ميوز التال الاصل بتاع في المطحف المصري واحد من بين القطع الهمة جدا اللي حصل ان الملك قدم الافاء بناء على مسيحة الناس اللي التابعين ليه وانتهى الامر بانه الملك طلب من الكهنة انه يكتر نوعا فاكتبعه المرادة ما اكتبعه اصفر وقيع اكتبعه اثمان دي فا المرادة كتبوا بالهيروغليف والديموطيك واليوناني زي التاني ما فيش اختلاف المرادة غلبت النزعة القومية في كتابتهم يعني لما نقرأ لما نقرأ النص الاول بيتكلم بتفخين جدا هنا بيتكلم كأنك موصف عندي بكلم الملك الموصف عندي وفي نهاية كتب له الجمليتين المطاف جدا اللي قبلنا قال له ان ما قام به الملك العظيم بطلانيوس الخامس اي بي فانس الظاهرة والمواصف هو ما قام به هو جده وما يقبل به القانون يعني انا جعمى بيديني هدية الهدية بقول الله متشكر جدا لكن لو انا الراجل قال له الزه بقول عادي اخي انك تديني وكل الناس جابت لي يعني هنا الاستلاف ما بيبن حالته هو بيدلي نعمل عنوع الصدار بطلانيوس الخامس تقبل الامر الاجتماع في مانس تقبل الاجتماع عندنا الجزء الرئيسي كان منه كل ده بشكل مختلف ما تعود باش عنه انتهى حكم بطلانيوس الخامس سنة 180 بشكل مفاجئ عنه بعد ده تعدك من حكمه انتقل العرش اللي زوجته كيلو بطرة الأولى وكان معاها من الأولاد 3 بطلانيوس 6 وبطلانيوس 8 و كيلو بطرة الثانية الام نقلت الحكم بشكل طبيعي الى ابنها بطلانيوس 6 حتى انو حمل نقب في لوباتر يعني حبيب امه خدت الولد ورابيته وتزورت من كيلو بطرة في الوقت ده حكام السلقيين مش يسكوتوا بقى وخلاص الدنيا تبقى جميلة لا ده بدأوا يتحررتوا بشكل كاني خالص فيه مش السيطرة على جوز سوريا في السيطرة على مصر وقبضوا على الملك البطلانيوس وسجنوا وسجنوا بطلانيوس الساد في الوقت ده نقب نقب وكلمو قالوا روما هتتدخل قال طيب على الحاطلة ومجرد ما مش رجع تاني روما النارد راح يتباع تاني قالت ايه المندوق الروماني نحوقفوا اخرج من مصر مش هخرج اخرج من مصر طب نتكلم اخرج من مصر طب افكر بسامله دايل على الارض قالوا اخرج من مصر قبل ما تخرج من الدايلة دي مصر اصبحت من هذه اللحظة دولة تابعة نفسيا وليس عسكريا لقوة روما تمام تمام لا اختصر بنت دخول اللي اكل البطرة التالتة وقتل الدخول اللي هو الطفل بطلميوس السابق الولد الطفل دا اللي هو اصبح احد الملوك وفي نص في معبد دير المدينة بياجه عن البطلميوس السابع ملك مش كده اعطار لكم لو فاكرين لهم ما دا بتتكلمون بطلميوس ستة وثمانية يا اخوات فين سبعة سبعة دا ابن ستة اللي بعض البصريين اقترثوا به كملك عربلاء مش كده حتى كان ابستفدى الله الحمد الدكتور عبد الحليب في الفين ثمانية طلب مني في عدد كان معمول له عدد تسكالي طلب مني لما اتنعيش تفنوك قال لي طب يكتم اللي انت فهمه فعملت ما قالت حتى كان بالفونساوي في سولوريني دا بتوليمي السابق نظرة على حكم بطلميوس السابق وازاي ان انا بقرخ لوجوده وازاي ان احنا لازم نتخالف ان انا اقول لك بطلميوس ستة سبعة بيعتبره ثمانية هو سبعة لا سبعة هناك من النصوص وان كانت قريبة الا انها طرفت بحكمه كملك على البطلميوس بطلميوس ستة لما اخوه عامل فيه كده هنب على روما روما صلحت مبين الاخين ومشت بطلميوس الثمانية ورجع بطلميوس ستة للحكم ولكن حاول ان يقوم بعدد من الامور حاول انه يرضي سكان الروما الفكرة دا في حاجة من الحاجات الجميلة بقى المصادر بتقول ان الراجل دا دخل روما لابس يدومه أقطعر وبيقال انه قاعد في بيت تاجر سكندالي كان بيعيش في روما يعني متخيلين انا ملك مصر رحت عادت ببنسيون في روما عند واحد كده بيتفر شقة وقتل وصاله مش ملك مصر راح بقويته يعني نوع من انواع السخرية بعد ما مات بطلميوس ستة بطلميوس تمانية وصاله بطلميوس تمانية طبعا اغضب المصريين بتقتصابه بان تكون قتله بنفوه قصد ولكن كسب ودهم بايه بالحاجة السريعة القويبة اللي البعض بيفرح بيه اقتصابه اتبع اكل بيشرب ويعفو مش عافية الناس بتابعتهم بسر الاعفاءات حلوة الاعفاءات جميلة اكل يا مولانا وشرب بقيت انت يرزي ديس التاني بقى انه بقى اتبع وعشان كده نلاقيه دايما كان بيحب اول ان يتصور مع بنته كل هي بقت مراته ومعه تشوفوا المنزر ده في كومومبو كتير المنزر الشعير في كومومبو حاجه احمد لو فجر اللي بيقعب فيه مع كيلو باترة اتنين وكيلو باترة تلاتة واعتقد المنزر ده كمان متكرر فيه اطفو مرة واعتقد انه موجود فيه اه اه ارصوم السيبة اذا كنت متأكت اذا كنت يعني ما كانت نيش ازا كده طيب المهم انه بطلانيوز بستيد دكتور احمد ثاري كمان وصل بها المontقبط تلك الناس عليها اللي قولك ما فيش اتباعش الكلام مجلس المنقبط بالطيب اه المهم اللي حصل ايه بطلانيوز التامن عند موضة بديت مرحلة من اسوأ المراحل في تاريخ المطبط ايه اللي حصل بقى بموت بطل ميوس الثاني الانهيار الشامل عام مصر والاحوال صارت من سيئ الى اسوأ ابتدت تصرفات غير عقلانية يقوم بها بطل ميوس الثاني كان له خمس ولاد من كيلو بطرة الثانية خمس ولاد ولدين من ثلاث بنات وقال لها ولين انت عايزاني حكمت بطل ميوس تسعة لها ستبت تاني وحكمت معه بنتهك اللي بطرة الرابعة وقعدوا شوية وبتلت العواطف الشخصات اتحكم اللي كان ثاني ان بطل ميوس الثاني ترك وصية بان يقول روما من بعده لابده بطل ميوس ابيون في برقة الولد دا حكم برقة وروما اللي كانت نجذب زيفت وصية الولد وقالت فيها عند موتي ينتقل العرش الى روما او ينتقل عرش برقة الى روما كان يعني ان الجناحين بتوع مصر انتكسروا وان مصر كسر جناحيها واطبحت دولة بلا خط دفاع اول يحميها كينو بطرة التالتة ما عجب هاش بطل ميوس التاسع ماشيت مراتو كينو بطرة الرابعة جرت اخو بطل ميوس العاش اللي هو الاسكندر الاول ما كانش مالك عادل ما كانش صار علي المصريين وطردوا برا البلد اللي هيك اماما بطل ميوس التاسع جي مرة ما عملش حاجة روما بقعت بطل ميوس الحداشر شايفين المنظر الجميل اللي احنا بنتمعه حالة من الفوضى مصر بتعيش فيها بطل ميوس الحداشر دا قال ان روما قالت ان دا ابن بطل ميوس العاشر ومن حقه يحكم مصر جي بطل ميوس الحداشر ولكن المصريين اتلوه سنة الثمانينة الرجل عاد شهر وعى خمس شهود في مصر للمرة التانية عش مصر بقى فاضي بعد بطل ميوس التاسع لكن بعد بطل ميوس السادس المشتبه اللي حصل في اللحظة بيه حصل حاجة مهمة جدا ان بطل ميوس روما التالت تفكر انها تبعت لنا ملك تاني في الوقت دا مصر اتقررت انها تقف الوافاة تاعت مصر كانت فينا حاج احمد كانت اعلان مصر ان هناك ابن ابن لبطل ميوس التاسع وقالت ابن مصر اللي كان له اتنين يعني مصر كانت حاجة نطيفة حتى انا بقولها من باب الدعابة كانت مصر تخزين عياني وقت ما نتزينه اللي مطلعين عايل منه ويشت ويبقى ابن الملك وصل منه البطل ميوس الاثناشر واحد راح ابرز والتاني حاجة مصر يعني المصريين تولى الملك بطل ميوس الاثناشر بطل ميوس الاثناشر كان اسمه من ايوس ديونس السغيرة المصريين فهو راجل كان غاول بمزيكة حتى ان احنا من باب السقرية كان كل واحد عاد يديله على النار اللي يضرابه اللي مش عارفين يعني كاز الراجل كده بالبلد دي هضل الراجل ده روما بتارت تضغط عليه عشان ينفس اوامرها حاول ان ينفس على قد ما يجر لكن ما قدش ومعرضاش لاتنين يعني بقى بقيت الامور اللي قادل يرد دول ولا يرد دول عشان كده سنة الثمانية وخمسين قامت ثورة كبيرة ضده ساب مصر وجيلي على روما قعد كم سنة في روما الجاحمد سبع سنين سائب مين هنا سائب بنيوتة حلوة كده زي الامر اللي هيكله بطل السبع وسائبه قلد اصغر منها بشوية اللي هو بطل ميوس التلتاشر لما رجع بعد سبع سنين كان بيمضي ورد وخلص فلوسه وبيدين مصر درجة اللي جاب معامل دوب من روما علشان ياخد فلوس مصر مين اللي جابه في رحلة العودة اتنين من قبلة روما ماركوس انتونيوس وبومبيين مين اللي يستقبله بطل ميوس التلتاشر وكيلو باطرة السبعة وماركوس انتونيوس اول ما شاف كيلو باطرة هامة بيقى عشقق ده كده يعني كنا عقفين على القدود والدنيا نقدر بيقى مش قف عكس يعني مش وقت فسابق ماركوس ولكن ظل متفكر هزي الفتاة ابنة السبعة رجع الاب عين احد المرابين الرومان واحد من المرابين عينه في وظيفة المسئول المالي لمصر ليه؟ الرجل جايب ورد فلوس روما يعمل اللي عندك بقولك ايه انت وزيلة المالية حل يا عمر فكان عادي الخديم اسماعيل ويدخل الاجان فده كان ده هو الامة نقل الحكم بعد موته الى او الحكم انتقل بعد موته الى بنته وابنه ابنه ما عابدش الامر فده عرض ان ان اخته كانت الكبيرة وخلوا بالكم كمان ايه؟ كيلو باطرة لما وصلت خلينا اقول ان مصر كانت اكلينيكيا وصلت البطنة منتهم لكن كيلو باطرة كانت عاملة زي اللي بتبث الحياة ساحية يعني تحاول بقول لازمت باعتزد ان الاتصال عبر القناة او عبر الصد يعني اتنين بيتميلوا بعض النهاردة لمشاكل الاتصال عبر شبكة انترد كيلو باطرة لما مات ابوها انا صاحبة حكم ايه اخوها بقول لها لأ رجال الاصر يقول فمع اخوها كيلو باطرة قالت طيب خدت الصوت العربرة وبدأت تجهز جيش عشان تحارب تفضل وحاولت انها توصل بأسرع وقت ممكن روما كان الصراع مدين جوليوس كايسين والشريك وصديقه بومبي للسيطرة على روما وصل لبرحلة مهمة جدا وانتهى الامر بان بومبي خسر الحرب هرب لمصر ما اعتقد انه حيرندوله الجميع ابنه جاب ابوهم من كم سنة لكن بمجرد انه وصل الى مصر ابنته مفاجأة خير صادر اتقتل في الاسكندرية ويضو النصيحة اللي اتقالت لبطلان يوسط 13 انت ممكن تقدر على بومبي لكن مش هتقدر على يوليوس كايسر اللي جاي تسلموا راس بومبي عشان يسكن يوليوس كايسر حزن جدا لحاجة احمد على بومبي ويقال انه تأثر والبعض المرافين يوليوس حتى راسه فوق العمود ودي القصة اللي احنا اتفقنا انها قصة غير حائلة يوليوس كايسر ابتدى يتمشأ في شوارع اسكندرية ويسبع المشاكل المشاكل كانت دمين بين كيلو باطرة السبعة وبطلة من يوسط 13 طيب انا عاوز لتنين يجوه لبكرة الوضع اللي مشيلي باحد المؤلخين ان كيلو باطرة كانت دخولها اسكندرية لحفظ بالمخاطر انها مش مغروب فيها بطلة من يوسط 13 في اسكندرية يوليوس كايسر لو ما قابلتوش كيلو باطرة اصبحت بتهينه كيلو باطرة اعتمدت على الحيلة اعتقد ان حضراتكم كلكوا عارفينها اكتر مني السجادة والقصة دي دخلت كيلو باطرة الى الاصر فينا شافها يوليوس كايسر مع اجمل فينوس شافها بطلة من يوسط 13 ياد المصيبة احتمت هي بروما بشخص يوليوس كايسر وقعت الحرب سبعة ودهين تمانية ودهين سبعة ودهين قبل الميلاد وهي اللي بتعرض الحرب البسكندرية او الحرب بيسموها حتى الفنصوية الحرب المدنية حرب مدنية قامت في اسكندرية حرب كانت كبيرة ويبدو بقى ان جزء من المكتابة اللي احنا اتكلمنا احترد في الحدوطة دي وقامت مشكلة كبيرة ومصر بتابت تحاول انها تستعيد نفسها يوليوس كايسر حلق اللي من الشاري حاول انه بيقال انه اتعرض بالاختيال اكتر من مدنية يوليوس كايسر قال في كتاب كامل عن الحرب دي بالمناسبة وكان بيصخر في الكتاب لما تيجي دارة بيترق علينا وعلى كيش المصر لكن بين السطور بيفكرني برامسيس التاني كده في قابش برامسيس التاني في قابش انا كسرتنا دردت انا اعورت وكان سطر في النفس كده تليها حاجة احمد يقول لك اين يا امون كنت سايد الواحد ايه هو انا زعلتك يا امون ده نبنك بق يوليوس كايسر كان كده بس في وسط السطور كده وكنت باجي ده الدرجة اللي من قال ان مصرح الاسكندرية استغله بقى يوليوس كايسر لتخزين السلاح والاختباء دي مع قوة انتهت الحرب كيلو باطرة بايت ملكة على مصر لازم تبسع التمن التمن كان رحلة في الميك ثلاث شهور مع يوليوس كايسر رجعت لنا كيلو باطرة حامل يوليوس كايسر تساب كيلو باطرة حامل ورجع لروما بعد ما وعدها انها ستكون له زوجة وجوزها كمان من افوها باطلانيوس 14 لان الثلاث تاشر كان ملكة الابن ده اللي انا جابته كيلو باطرة مني يوليوس كايسر هو الولد اللي قالي والنبي اللي اسميه على اسم جده باطلانيوس لا احب من احنا ناس شرفة الولده هيتسمى كايسروني بيحكي بعض الموارخين قصة لطيفة حاج احمد كايسروني يعني كايسر الصغير وهي لما وفت في في معبض ضندرة طول المعبض ابنه هو التجان والنبي خدوه بيحكي بعض الموارخين قصة قد تكون مقبولة وقد تكون لكيلو باطرة مع اولادها بين ماركوس ألطول بيقولون انها لتجاد طول التعريق اوي فيوليوس كايسر كان شاطر فطلع من احد الاطرباء المسعدة وكما فاعلة مع السيدة كانت كفيفة ومسعدها في الولادة بعد الراجل فجي فتح فتحة في جانب البطن الكيلو باطرة واخرج الجنين فقال المصريون ما اجمل ولادة القيصرة مش ولادة مصرية ويقول البعض ان هنا جاءت كلمة السلزورية او العمليات القيصرية او دهنا نسميها ام الله يرحمه كده عمليات فتحة بها يعني لا كايسر هي عمليات شاق بطل التركز على الولاد طيب كيلو باطرة انجبت الولد بعد ما انجبت من يوليوس كايسر بقت انا ملكة روما ليجا في روما ومش تذكب بقى سبع وردين خليفت عين وهو عن ثلاث سيسا تبقى الرئيب لفحت الوضع على دراحها وتوكلنا هلا خطتلي الشاي لقنا لفحت الوضع على دراحها وعلى ثانية حد احمد على روما وراحت يوليوس كايسر شفتك حل بقى وقعدت اسبوعين كان بيحترمها جدا وقابلها مقابلة اكثر احترامة لكن الريح جابزة مبنود بما لا تشتهي السفر اتقتل يوليوس كايسر فيه السيناتو وكان بيتفعها من معارضة بروتوس ابن يوليوس كايسر بالتبني فكريد القصة حتى انت بروتوس اذا فليامد كايسر طبعا الهزيمة النهاية دي كيلو بطرة ما كانتش متوقعها حاجة يا انه هم يسميه تقرأ فين لفحت الوضع ودجت بس تسكاها وهي بجعل بتانت تعمل اتفعيات تجارية بتانت تشتغل اقتصاد شوية ونجحت في كده فقط وحققت مكاسب لمصر انشت الناس ديني في الوقت ده روما كانت مولعة بعد موت يوليوس كايسر ما بين اعداءه وانصاره وانتهى الامر بانتصار انصاره وكانوا اثنين اقوية ماركوس انتونيوس اللي جاب كيلو بطرة من كم سنة وصديقه وابن يوليوس كايسر بالتبني وهو اوكتابيوس ماركوس انتونيوس خادت جزء الشارع من امبراطورية روما واتحرط ووصل الى ترسوس في سوريا وبعت لكيلو بطرة طالب البرو كيلو بطرة راحت وما بازلتش مدود كبير ما تعبتش معاه في انها تصوم لان هو كان متذكر الفتاة الجميلة اللي هم بيعيش فيها بمجرد ما جيت كيلو بطعت لا فوصح في النيل ولا يا حبيب اقول لأ طب انا متجوز اخت اكتابيوس وانجم منها واع في غلطة الزواج دين كيلو بطرة وانجم منها واعلن اسكندرية عاصمة الجزء الشرقي لروما واعلن ان قيصرون ابن قيصرون ابن يوليوس قيصر شرقي والنولاد يعني ابتدى اتكلم بشكل رهيب وعملت له معبد القيصرون ابتدوا يتصوروا القانون الروماني بيولع في الدنيا هناك يعني الدنيا ما باعدش سيسا وايه ثاني الدنيا ما باعدش حلوة ما باعدش لذيذة الجحلة فكان علي كيلو بطرة ان تواجه بصير ايه المصير اوكتابيوس قرر اعلان الحرب على صديق عالفكر هو بعث له كتير جوابات يا ابن نشي يا ابن نشي لكن ما فيش فابتدى يخاطب السيناتو ويقول جملة واحدة اعطوني بيزة لقاتي اليكم بالعاهرة سكيرة الشرق عارية ومقيدة بالسلاسل في شوارع روما ان اعطيتوني الامر سيكون لها السنة تواجهة وقال لهم قسم ان في كل روما وقوتها اجيبلكو الوضع الستة واتحرك اخونا وكتابيوس الى اكتيوب واكتيوب دايما بقول عليها حرب بين دولتين خارج حدود الدولتين غيرت تاريخ الدولتين اكتيوب استولى على المنطقة هناك وبزيت اكتيوب وكان فيها منتلاكات للبطنة في اللحظة دي كيلوباترة تحركت لتحفاظ على ما تبطى وكان لها كارج مصر اكتيوب انتصر عليها وكان ذاته لان يعلم ان ماركوس انتوليو مش شخص محارب على ارض بحرين فهزم وهم ربعين تدى ماركوس انتوليو سيستشعر بالندم انه مرجعش لسطنة تدى يحاول اكمع كيلوباترة اللي كشفت عن وش تاني قالت له مش هينفع مش هينفع انا ملكة مصر قال لها يا كيلوباترة زي ما قال بلوتوك قال ان انت حطيت الجيش بتاعنا ليه على الشواطئ الغربية لليونات على اكتب يا بلوتوك وبيقول ان ماركوس انتوليو نصح كيلوباترة قال لها بتاعدي عن الحرب وعودي الى الاسكندرية قال لها حنبقى موجودين بس كيلوباترة كانت مسواسة جدا كانت ملعوبة ملعوبة من يحد احمد من ان يحصل اتفاق منفرد ما بين ماركوس انتوليو واكتابر هي المضيع فدايما كانت عايزة تضمان لا انا الملكة لا انا المسيطرة انا المؤمنة لما يأس تماما بحث هزيمة اكتب ماركوس انتوليو تعامل مثل الجندي الرومان الحر بان وضع نصل السير السير فيه بطنيه وقتل نفسه لانه لم يكن امينا ولم يكن شجاعا كيلوباترة فقدت حليفة فلوسها بقيت ال بلوترخ كيلوباترة ضيعت انتوليو بدخولها في معركة بحرين بلوترخ كان بيكره كيلوباترة جدا لما كتب السيبة الذاتية الماركوس انتوليو كان يعني عنيف جدا وقال ان ماركوس انتوليو فقبل موته لاحظ حاجتين ان كيلوباترة التالي تنشر اشاع كل شوية ان انا موت والجنود ابتدوا يشوفوه هو هايم عشقن ورايه وجاي ورا الست فابتدى كمان الجنود تغيب عنهم الروح الامر اللي ادى الى اكتافيو حاصر اسكندرية ابتدى كيلوباترة تدخل معاه في مفاورة طيب انت نعم تقيد بيت السابس نتكلم طيب حسيب انا مصر والولاد يحكمه ولادي من ماركوس انتولوس ولادي من يوليوس كايسر لا حتنازل انا ولادي عن العرش لا مرة واحدة بنجد ان كيلوباترة تختفي تماما من على ساحة الارض ينتهي دور كيلوباترة تماما البعض بيقول انها حية الكبرى والموت بتاعها بعض الاراضة دلوقتي بتقول بتستبعد ان تكون حية الكبرى البعض بيقولي انه اكتافي تمكن منها وقتالها انا شخصان بميلي فكرة تماما بميلي ان كيلوباترة ماتت باي طريق ولكن لم يصل الى اكتافي ويبدو انها ماتت بعيدة مصرية ودفنت بعيدة في مكان مختبئ حتى لا يشعر احد او لا يعصد احد على بسها مش معنا كده ان احنا هيمين عشقا بكيلوباترة انا بدافع عن نفوذ وملك وملك مصر كيلوباترة ماتت تلاتين ابن الميلاد اكتافيو دخل هذا الشاب الاصام اللي وصل الى حكم روما ووصل الى اسكندرية واهلا اعلاء شأن روما على العالم كله وعشان كده كان زكي جدا انه رد جعل روما هي الان رقم واحد ما عملش زي يولي في القيصر خلى روما رقم واحد وقال انا خادم روما انا تابع لروما انا متابعا انا عبده يعني كلها كده السيناتو سنة سبعة وشين قبل الميلادية حاجة احمد ادى الاكتافيوز لقب اوغاستوس المبجن اوغاستوس اكتافيو في اسكندرية اصدر العملة بتاعته اللي كدسم عليها التمساح وكتب ايجب كوبتل سقط مصر وقال في اسكندرية في خطبة في الجيمنازيا قال انا باحترم الديانة والعقيدة المصرية ان مصر دولة قالوه طيب طبعما انت بتحترم الديانة والعقيدة روح يعمل زول السيرابري ما بزورش حيوانات طب يعامل ازور كبول البطن ما بزورش اموال مش هزورك لقبل الاسكندر الامر ده بيفصله البعض بانه اراد ان يعني نفسه بزيارته لقبل الاسكندر انه وريثه او خلفته على العرش اللقب بتاعه اللي خده النسوبيتي بتاعه ها فيه كان ايه؟ حاكن الحكام حكا حكاوو اسمه كده هاجه حكا حكاوو ستب ان بتاعه حاكن الحكام اللذي اختاره بتاعه رجع على منصر طب هتبني مدينة قالوه مش هابني مدينة مرة تعمل ايه؟ حبدي كاب حتة كده في اسكندرية سمناها نايكوس بوليس او نيكو بوليس اللي قال لها نايكوس علامة النصر حتى اللي احنا الغدواتي المركة اللي احنا بديه اللي اشتاد عن نايكة اللي هي رمز النصر مرتبطة باسم المعبودة نايكوس ربت النصر نايكوس قوليس ضحية النصر وقال السينادو انا ليا طلب مصر مهمة جدا 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 بالنسبالي في القمحة وقال لهم جزا محدش يجي ناحية مصر الا باسم مني وطلب مني وورقة مكتوبة مني ايا كان الشخصنا قالوا له موافقين وسمعوا لهذا الأمر ان يتمي ودوله بالسلطة الكاملة وعين الولاء من طبعه الفرسان مش زي الولاء في اي حاجة اول والي كان مين كان كورينيو في جانبوس اول صورات في الصعيد وصورات في اللومة وعمل اتفاقنا عن نجيين يا رسالة أحمد قال فيها ان انا هعمل منطقة عزلة ما بين الطرفين وسجل في فيلة النص ده وصور نفسه بصورة واقف الراجل اما تشوف المنزل لو هيدك لأول مرة تشوفه دولة او يعني تشتح المنزل بغير المدولة تصوير للملك الروماني وهو يقف يوعل الاتفاق الصورة ده اتنقلت بكلام المرشدين لهو غسطس وغسطس خدر وقال له تعالا عزر من المرشدين ونفان وعين مكانه إيليوس جالوس إيليوس جالوس إيليوس جالوس اتحرك عندي لمنطقة اليمن ولما نزل إيليوس جالوس لمنطقة اليمن فتح طريق النبيين ابتدوا يحسوا ان الرومان مش مهتمين خلاص ابتدوا يهتموا باليمن نكسوا الاتفاق اللي عملوه مع كورينيوس جالوس وقاموا بصورة هنا في أغسطس بعت احد القادة بتوع اسمه جايز بيترانيوس بعتوا اسوار وقضع على نفوذ النبيين وهد دلوقتي من السبت هنبص عليها ونتكلم عليها على المرويين بدرجة اللي هم طلبوا الصفحة والسماع من الوادي وقال لهم ان عشان تيصفح عنكم اغسطس في جزيرة ساموس رحوه هو يوافق الامبراطور وافق وقال لهم يشايد معبت فيه كلابشة للمعبود المحلي ماندوليس وماندوليس الصغير وقال لهم هأصور انا مال ويمكن هيرجع الخلاف القديم اول اللي دينه بالحاجة احمد ان على كل وجهة المعبت في النوبة هنلاقي الوجهة اللي برا لما بيتكلم علي باطلة الرمان بيحطه اكتابيس احيانا واحيانا بيحط كلمة بر الفرعون او الناد عدل اكتابيس وضع الجيش المصري خلاها تلاتة بدلا من اتنين فحتة في الشمال واحدة في الجنوب وحط فرقة تلتة في مصر الوسطى عمل المعادل لجنة تجيل المعادل جرد اجتهنة من نفوذهم حرم على المصريين مجلس البوليتاريوم عمل اليهود مجلس الجيريزيو المجلس التشريعي وده اللي حيسبب ان احنا يتقابلنا وبين اليهود كره بشكل جديد المصري ايه؟ قال لهم تاخد وظائف شرفية يعني المشرف على الجيمنازيا يجي ياخد الوظيفة دي مصري خلي بالك الوظائف اللي ياخد اول اجول انا مورث المصري ليه؟ لان الوظائف دي وظائف بتدفع فيها عشان تاخدها عارفين خضراتكم ايه؟ يدفع عشان ياخد البشاوية والبكاوية شطور يربط ما بين روما واسكندريا الفرقة التالتة اللي عملها في مصر الوسطى بقدر اقول عليها حاجة انه ربما وضعها كنوع من انواع تأمين التجارة اللي جاية لمصر من البحر الاحمر عبر الهنة. اغسطس كان عيدي منطقة قطعا لنفوذي يقول عليها اقليم او مقطع اولاية الا مصر كانش يجيب كيلة مصر بكلمة ابدا اه برضو في ناس تانية يقولك لا يا عم انت كدهاتك تضحك عني لا الراجل كان معتبر مصر اه ولاية عادية اعم اديها شوية بلستيجها الامحة والبردة طب لكن في النهاية مصر كانت زيها ذاتك اغسطس عند موتو كان الوصف طبعا في كترة حكم اغسطس ربما تكون حدثت الزيارة الرائعة العظيمة التي قامت بها السيدة العزراء والسيد المسيح ويوصف المجار الى مصر وهي ما تعرف بزيارة العائلة المقدسة الى مصر ها يقضل لي ان انا بسيط فيها وهي ان اختيار مصر كان ذاكي جدا اكتب يصلوا اغسطس بعد كده منع على اي حد يدخل مصر من القادة اي كامل سيوه الا بيزن منهم الناس الغلامة زي السيدة العادرة او شايل عايّر لو هربته جانب الجيش الرمائي مش هيبعت جواب من الامبراطور يقوله اسمح لنا ندخل مصر مش نجيب واحدة سيدة ومش عاكفيه ده مين ولا دين ولا تقصة فاذا هروضها المصر كان ضمان للامان اللي محدش هيبهها وعلشان كده العادرة اتحركت في مصر الفطرة للبعض يا رخب تلات سنين تلات سنين مصر اقولوكم حاجة يمكن اريدتها عجبتني اوي ابن الاسير والطبري تحدثوا بان العادرة استقررت في مصر مع اتنها ويوسف الناجر لاثناشر سنة بل انهم فسّروا الاية الكرانية واوينه الى ذات ربوات والقرار معين بانها مصر وقالوا لربما يكون ده ذكر مجيء السيد المسيح والسيدة العزرة ويوسف الناجر جاء في الكران ولا املك الدليل بالصحة او بالنفي على هذا الامر اوكتافيوس وراستوس كان مرتبط يوليوس كايسر وراح اتجوز واحدة من عائلة جميلة جيدة اللي اسمها عائلة كلاوديوس فبقى اوكتافيوس المرتبط بايلتين عائلة يوليوس كايسر وعائلة كلاوديوس الاربع عباطرة اللي جون بعد منهم ارتبطوا بالعائلتين فلوها اباطرة حاجة أحمد اسمهم اباطرة الأسرة اليوليو كلاوديوس احنا دوقتي بنعدل اسم المحاضرة لان احنا الكلام الجميل كده اتمني اكون الكلام جميل جرنا ودخلنا مع بعض العصر الروماني حنخلق يعني هنحمد كانتشها في الأسرة اليوليو كلاوديوس ويكل لنا لقاء بعدين ان شاء الله حسب التبتيب او التنسيق اللي تحطه النقابة لاستكمال المحاضرة اللي حصل الشي جميل تبحاجح من كان عاجل انا بالشفر اول واحد من الأرباع كان في بيدو كان ابن بالتبني الأغسطسي كان شخص هاري جدا كان يرب في الحفاظ على البدوء والقيم والميل إلى عدم التجديد وكان ملتزم جدا طب مصر مصر اللي اتبطت مع الواجل ده بثلاث حاجات الثلاث حاجات هم ايه يا أستاذ أحمد واحد الوالي المصري اللي كان ايميليوس ريكتوس بعث له خراض مصر وجزية مصر عالية جدا فبعت له عزيزي ريكتوس لقد أرسلتك إلى مصر لتجز الشاه لا لتسلخها شبه مصر بمعزة شيل الوبر خد اللبن بما انت بتبعته زيادة بمعنى لو انا جيت بزرع على الارض بعد ما بزرع على الارض المفوضة برسيب الارض بالبلد كده تتنفس في الناس رايحة شهنزرها بحصول السنة جاية في داس بعد الارض ما تتزاله ايه برس فيها بزرة ايه محصول شهرين كده الارض ليه ممكن تعيش مئة سنة هتعيش عشرين سنة لأن انت بتهلكها هو عمل كده عشان يولد الامبراطوري بتقول لا يا حبيبي ارضايف انك تبعتلي كل سنة خير مصر مش ارضايف انك تبعتلي خير كتير سنة جامعة فقال لقد ارسلتوك لتجز الشاة لا تسلخها التانية العملة الرومانية اللي تسكت واللي افتفت ايام دوكولوديامس شوفوا عمل العملة واستمرت العملة من بعده حتى انها دوكولوديامس يعني قعدت حوالي وستين سنة العملة دي مستخدمة عملة خاصة بمصر الوحدة من فيها اسمها تترا درافما اربعة درافما نسبة برمزة فيها عالية والعملة دي ماشية لمصر ليه؟ لانها عملة تجارية تضمن الاستقرار التجاري واستمرار التجارة بشكل قوي مع مصر الامبراطور عمل ايه؟ قلت ان اوكتافيوس كان عامل مصر السفرة ومصر العليا ومصر الوسطى هو عمل ايه؟ رح شايل فرق مصر الوسطى وانهم خلاصة كيفاء؟ عايدين فرقيتين اتنين مش عايدين الفرق حاجة التابعة وده الحدث المهم اللي ممكن يكون خدام محببتنا المحبب ان ابن اخوه وليه عادي كان فيه بسوريا وكان شخص كفئ جدا على اسمها هو قادل على اسمها وخلص يا سلام يعني انا بالي انا عملته ده مينفعش ان انا اروح مصر هتفرج فطبعا حد من اللي عاديين تروح فين مصر ممنوع ابعث في الامبراطور حد تاني بدي حلال الله يجزيم السابق وقال له مين اللي ممنوع هم انتعود ده وليه عهد ده نائب الملك طبعا من ايه؟ هتخفز بالنبس الاسمية هلبس نبس كاجول كده وانزر على مصر يزر مصر وصل في الميناء الناس عفته مش كده في الفيضان الحق فتح مخزم غلاب عشان الناس تاكل الناس ابتبس اقفوله الله ينور عليه وصل الامبراطور من وليه عهد حل ازمة فمصر الناس حبيته شعر بالقلب قال له اطلع من مصر اطلع من الناس خاصة انه وصله بصيبة تانية انه ابتدوا المصرين يقولوا ألقاب الامبراطور ألقاب شفية قال له اطلع لسوريا في سوريا كان شاب مات البعض اتهم ان الامبراطور طلب من ولي سوريا انه يحط السم لبناخوه ويموته لانه خالف الامر ايا كان الامر اتقبض على ولي سوريا بقعدم بانه هو كان قتل ولي العهد لكن في الغالب ان الامبراطور كان هو اساس المؤامرة وكان ضلع فيها والامر كان طيب ليه الامبراطور غضه اولا الولد ملتفبش باللي قال عليه الامبراطور بانه محدش يجي راحك بس اتنين وده الاهم القلق اللي عنده روما روما عندها مبدأ من يطعنه هو سيدي يعني المحاضر جاي ممكن ان شاء الله او لقاءنا اللي جاي ان شاء الله لما نتكلم عن امبراطور في فلسيانوس مصر لما منعت الامح روما يكلم عايزين الزبط ده يبقى امبراطور امبراطور مش هموت من الجوع عشان يجي امبراطور اي ممكن يجي بيه بموت تيبيريوس انتقل الحكم بيه دو الى ابن جيرمانيكوس ابن جيرمانيكوس الولد جايس او كاليجو ابتدى هيعمل لعبة حلوة ده كان متصل بامه او امه كانت مسيطرة عليها فقالت له اردر اماني طب ارديوم زي يا ماما خفض الضرائب المسجدين يطلعن تخفف برسمياته السلطة وانك قاعد عزل نفسك وعيش في وسط الناس كبير لكن كل ده ضاع اصاب شخص ضعيف الشخصية ما عندهوش ايمان بشغل طب شاف اخواته تقتله قدام عينه تبداله شعور بعدب الناس في الوقت ده حدث الصراع غريب جدا الصراع حدث كبيرت واحد من اليهود اللي كان اسمه اجريبة اجريبة ده كان صديق للامبراطور وكان في روما وطلب انه يرجع مصر واجريبة ده كان مرتبط في مصر بعض المشاكل الامبراطور مش يدينه الازل انه يرجع ويسكت ده ضعت لوالد الروماني في الاسكندرية بيقوله اجريبة لما يجي تعملوا معاملة محترمة فالوالي طبعا اقل واعلى لليهود اللي حصل عشان تتخيله البنصر الراجل نزل في الميناء علمين وقفين اليهود مسكين يوفط يحيى اجريبة السكندريين وقفين نحدد جاب واحد مختل اسمه كارباس وحطه على راسه تاب مسكين طبر بص شو في الامبراطورة طبعا الوالي اه غضب جدا ابتدى يضرب اهل اسكندرية اهل اسكندرية عملوا حاجة عارفين للتعبير اللي احنا بنقوله الشطان خد مننا درس فيها اليهود كان معهم من ايامه وغسطس بحق بعل يضعوا تماثيل الاباطرة داخل المعابد لانهم اصحاب ديانة سماوية اهل اسكندرية عارفوا ما جايز كان يقول لدك ويسألوا واحطونهم تماثيل في المعابد اليهود ده بقى قدامه عمرينة واحدة احنا لو شلت التماثيل يبقى انا ما بحترمش الامبراطور لان التماثيل الامبراطور لو سلت التماثيل يبقى البرميشل او التصريح او انا واخده ضع عليه اليهود غضبوا دخلوا في صراع اللي بنسميه فتنة 38 وصل الامر الامبراطور الوادي قلب على اليهود الغى الامتيازات بهم وطرد عرب اليوم عيد بلاد الامبراطور قتل عدد من اليهود السكنداريين ابتدوا تخلوا السبت اليهودية اللي ماشى في الشارع تخلع مدى السبت وتتضرب في لون السكنداري الله اعلم ما مدى الامر وعانت سيدات اليهود لتحرش لم يعانون في مرحلة منهم اليهود ضعت شكوى للامبراطور وقالوله ابن الوالي اساء التصريح الامبراطور بعد جاب الوالي وحكمه اعدامه وارسل قال انا عاوز وفد منه السكنداريين ووفد من اليهود خالوا حاجة حاجة احمد انك ماشي في الشارع وواحد قدامك بالعربية خبط واحد وقتلك ويجي ضابط الشرطة يقول لك ايه فضل مع السلام مستمتش كده ده ده بالضبط اللي عاموا الامرسولي يسمع للاثنين وغضب وقال لهم اللي انتوا بتعملو ده غلط ولازم انتوا الاثنين تقعدوا يعني انت ما حسنت الشرطة انت فبت الامور الشرطة مع الله الحرس الامبراطوري بتاعه فلوه كان يجاهل زيارة لمصر ودخلوا ليه في مخدعهم وقتلوا سنة كان واحد وردين بموتوا انتهت مرحلة لان الحرس هو اللي اختار الامبراطور اللي بعد الحرس السيناتو بياخد موقع عشان يعيد الحرس مستناش جاروا عم الامبراطور السابق وبدأوا يسخروا منه وقالوا له ايه يا امبراطور فقال له طبيرة لكم متعينوني بجرد امبراطور وانا اقدم لكم لمحدش شفوه اللي محدش اقدمه لكم قالوا والله انت ما الفكرة واحد راجل تعبان وكبير في السن ومتجوز وميخلفش قلوا قصة زي الفرق تعالي عم كلاوديوس هتبقى انت امبراطور كان عدى الخمسين كان اقوي الكتابة ويقعد هادي وما كانش يتكلم ما بيقولش قلتين كابلين كان عنده تلعف وكده في الطرف اجريبة بعت له جواب قالوا اليهود اتظلموا ايام كاليبه ده رجع له حقوق رجع لليهود الحاجات اللي كانت بيعمنه لكن اهم مصدر جنة كان ننجرزة في الفين جواب بعتوا الامبراطور للطرفين الجواب يبدو انه كان في كده حتة لكن لايناه في منطقة فلدينفة لها جبزة في الفيوم والخطاب بيقولي حتى احمد باتها للمصريين كل الامتيازات هترجع لكم للطرفين مع عدل جوليتانيون يا مصريين مش تردون بس بطلوا تخزين اسلحة بطلوا فتنة يعني واضح الحكايات كاليجولت ما نميتش لما نقولتو الامبراطور يعني ما كانش حاسم المصريين اجتدوا خلينا بقى نتقل في حتة تاني هنظى لومة الى حالة نفسية فبدأنا نكتب ما يعرق نيرون لم يحرق روما حريق كامل نيرون يعني اسماعيل ياسين ومستودي اللي بياري بحتاجين حد يراجعكم في الامر ده طيب نيرون كان عنده اسطاشر سنة لما مات هي ستة ساعة صافة كده انا بتخنفش ومعندكش عليها قصت بقى ورقة ان الوقت ده ابنا يكون خلصة وخدت الست الورقة احطيتها بجمها والوقت توجد بالوقت غاومة ازيكة بدرجة انه بحت اسكندرية قال له انا عاوزكوا تبعثوا لي حد يبقى وقالين يلاقي جوزة بات يعني زي ما بقول لحضرتك انا باشى بس عشان استطاقنا اللي قاعدين كان حاجة احنا بيسألني ان احنا الوضع ان حضرتك لو قطع انا بكمل فعايدك هتلاقي البث وراء بعضه وده كويس يعني هجبين اصوات كان انا خير اتخاذ مجلس النور المهم هو كان ماشي ورامه كوي سنة 59 قتلها نتيجة علاقات نسائية بدأت تظهر في حاجة التصالفات دي نعاكست على المناطورية قامت الثورة ضده كان اختنى ثورة في يهود 66 اللي طلبت بالمساوان يهود عملوه ويطلبوا بالمساوى في فلسطين مع جنو من المواطنين الولو الروماني في قرشلين صادر اموال معبد اليهود يناد وفق البرائب عليهم بعتوا الامبراطور الامبراطور بعت قائد من القدر فتكروا اسمه كويس اوه هتكون موضوعنا هنبدأ دي المرة جاية فيسبسيانوس راحت حاجة فيسبسيانوس ده واقعد والتأثير الصورة السكنداليين عرفوا ان اليهود بضربوا في فلسطين اجتمعوا في الجمناسيوم وهم عدين بيتكلموا يقول بص يهود بص كده الجدع لقى الهناد ده مجتمعه ولا الجدع ده لقوا يهود مدسين فيه قاموا وقتلوا عدد كبير من اليهود ضد اليهود على الرغم من ان هذا الوالي كان يهودي الاصر يعني اليهود مكانش ويه الوالي يوسف بيقول ان اليهوز اللي اتقتلوا بسان ستة وستين ده وصل عددهم من خمسين انف رواية مش مقبولة فكانوا هم خمسين انف اذا كان عدد فكان اسكندرية بايه نيرون كان محب مصري جدا وكان عاشق البلد جدا بالنسبة للقناة انتهل بس عليها ولكن احنا بنكمل هنا مع بعض اللي بقولوا لحضراتكم ان كان محبه لنصري جدا لدرجة ان فيه حاجة تقالت له لو انت عاوز حاجة بعد مكسيب الحكم ايه اللي تطلبوا قالهم ان اعيش في مصر حتى اموت مش عايز عايش في مصر هنا الفكرة وكان عايز دول مصر بالمناسبة وعمل حملة لحدودها الجنوبية فنة واحد وستين الحملة دي كان مصر بالنسبة له هي الحملة يتبقى شي مهم جدا لنيرون ده اللي هنختم به النهاردة فعلا لها المرة دي وهو انفك حريق روما حريق روما سنتة اربعة وستين شاب حريق كبير في روما استمروا ست يال قضع على عدد كبير من المهام الامبراطور كان خارج روما في الوقت ده لما رجع قالوا له الاصر بتاعك اتحرك الامبراطور فتح الجنان بتاعك تمام هو اللي يقول زي ما قلت كان برا روما ورجع قالوا له الاصر اتحرك حزن وجاب الناس اللي بدوتها اتحرك وقعبوا ومفتح لهم الجنان بعدها ثانية في احد الاحياء طب في المدينة شاب حريق كبير والعامة بقى والغوهاء اتدى يقول لا ده الامبراطور عشان يعيد بناء المدينة كلها اتحرك حتة يولع في بعيد البلد وهنا الامبراطور اتدى يعيد بناء روما من يريد على فكرة ولكن الناس مكانوش حبين مجابلوا ان لعنة اقتلوا الام وطردته وعلشان كده قالوا ان هو احرق المدينة الحقيقة هي انه اكاد ان صفك انه لم يكن مسؤول عن الحري الاول لكن الحالية التانية ممكن ولكن الحكاية سيبوني عايز اولع روما حتى لو الفكرة قالت فان فكرته كانت راحم لي احياء روما فكرة كتير من المنشآت ترجى العصر الامبراطور نيرون بموت نيرون تنتهي الاسرة اللي يوكلونين بصوا في حالة اي صراع وخلوه للعرش في اي مكتب في اي حتة في الدنيا قوتين بيقفوا وصبعهم السلطة العسكرية والسلطة التشراعية مين هنا اللي يتقدم اذا حصل انسجان ما بينهم خلوه بارك حصل تنافر تبقى هنا المشكلة سلطة العسكرية كانت قوية جدا بعد نيرون 68 ومن 68 الى 69 اربع ابرطورة تولى الحق تلاتة ورابح كمين من 68 الى 69 عام الابطورة الاربعة اول ما حصل ايمان تجيش ده ده القاعد فيه في الفترة دي تولى اول واحد من القادة كان جلبع مسك من ابريل 68 الى يناير 69 كان راجل بتاع مشاكل ارعن ما بيحلش اي حاجة وما ساعش اللي يكسب اصدقائه ورفض رجال الجيش قالوله مش هنقدملك الولاد الامبراطور ابتدى يطمن مجموعة مدين الضباط الجيش لما لقوا بيرضي حاج على حسد حاج تفقوا عليهم وعينوا مين اوتو احد قادة الجيش وقتلوا جلبه احد القادة اللي كانوا معلومة جلبه وقتلوه ووجيه اوتو قائد اوتو من 15 الى 69 ل 16 ادنين 69 في الوقت ده ابتدى يصلح الاحوال ويفتح صفحة جديدة لكن قوات الرأي قالوا شمعنا اوتو مش معنى القائد بتاعنا احنا لقى اوتو سمع ان هم جايين قال لن احارب الجيش مش هنحارب بعض فانتحر ودرك الحب قوات الرأي دخلت وقالوا القائد بتاعنا ايدا الامبراطوري السينات روازم وعين في تيلوث قائد بايحكم من ابريل لغاية بيسمبر في الفترة دي كان الراجل ده ابتدى يرضي قوات الرأي اللي جابته وابتدى يبسيء لقوات الحرس الامبراطوري واي حد يوفد وابتدتوا الامور تبخلت اصبح الرومان في حالة عدم رضى ومستنيين طاقة النور في الوقت ده كان طاقة النور موجودة في فلسطين من فيسبسيانوس اللي بعته اللي بعته نيرون سنة ستة وستين عشان يرضي على صورة اليهود والشكوى اللي قدموها اليهود من ان الولي والقصة دي فيسبسيانوس قال طيب انا يا تيتو سيعيبني يا جميل هتقعد بتاعينا مكان السوريا وانا هروح على فين؟ على مصر وجي مصر وقال للمصريين الوالي الروماني قال له احنا ممكن نساعدك شايف المباني اللي ملهاش اخر دي واللي قده اللي العين مش جاي لقال له قال له ده الامحة بتاع مصر قال له ناوي علي ايه؟ قال له مشان ليه بعت الامحة السنة دي مشان بقى الرومان التجار الرومان واقفين على الشواطر ناقصت يا واقفين مستنيين براكب تهل فين يا عم الاكل؟ قال لك مصر مش بعت اامحة ومن بعت ايه؟ بعتك جواب ده بيقول ايه جواب ده؟ لم تبصل مصر طمحة الا حين يتعين او يكون فيسبسيانوس امبراطور طبعا موقع ابن نصحة ظر المعابة راح مش عارف عمل ايه؟ ابتدأ قرارات الدينية يعملها للمصريين يعني ابتدأ يخاطب ود المصريين بالشكل الدين ريسيسيانوس لما وصل الجواب قاعد نستني الجواب وصل على فكرة شهر تمانية وكان لسه بيتيلو بيحكم روبا اما الجواب وصل للسيناتو السيناتو قال موافر هو قال ايه؟ قال ان حكم يبدأ من دخولي لمصر وليس من وصول خطاب السيناتو وجاء لكن هل الجدعانة اللي احنا قابلها بجدعانة؟ بالعكس فتفرض علينا دوايب ولاحظ حاجة لاحظ ان احنا رويين نكن في سيخ وملوحة ففرض على المصريين ضريبة السمك المملح برديات اوكسلونخوس كانت بتبترية ويقول ما بالي الالهة غضرت علينا وقتانا امبراطور كان في الاصفة سخانة انت عسامة مملح زعل فرض ضريبة راس علينا ضريبة راس علينا ضريبة راس علي السكنداليين اسكندرية كانت معفية ضقالة المبلغ عمل فريد ضريبة ستة اوهول ستة اوهولة زي خمسين اش وتتفحها بعيدة عن مكانه فالمصريين ليه ستة اوهولة؟ بيخبوا قصة لطيفة بيقولوا ان الامبراطور حاج احمد كان له صديق والصديق استلف منه ستة اوهولة والامبراطور طالبه فيه ده معنى لو احنا عصيفه بحقة المترو وتسكرة المترو فهوها خمسين اشه فهو احنا بداخل التسكرة هاد حاج احمد خمسين اشه اداني تاني يوم داخل نقابة الجيزة لقيت مجلس دابت النقابة وقفل تحت بالشوف طلع اقيد طلع الخمسين اشه قل ما تطرع بالضبط ده اللي عملوا بيسليسيانوس في الامر ده بيسليسيانوس رجب عن المصريين جدا لكن تساب له حاجة مهمة ضمر معبد اليهود اللي كان موجود في التلتة وثمات سبعين ابن تيتوس في فلسطين ضمروا عمل السابي الروماني الاول اليهود كان سابي البير وقضى فيه تيتوس ده بعد موتابه سنة تسعة وستين سنة تسعة وسبعينة بيسليسيانوس جيب من تسعة وسبعينة تيتوس لما وصل الى الحق قبلته مشكلة انه حاوز يعيد مصر الى قوة حفر القنوات ترميم اراضي يعني فروع النير الرواسط مدينة بطلمية اللي عملها بطلميوس الاول ويرد امتيازات تتشتبع لكن حلاحظ ان اللقب المصري اللي الدهولي المصرين كان يقول عليه حون مثل الغلام الجميع المصرين ممكن اللقب ده يقوله تارياء وممكن يقوله كورا لكن تيتوس اللي بننجي بيحق كلامنا دلوقتي بنجيب بقاءنا النهاردة ارتبط عنده روما الحدثين بركان فيزوف ضمر بومبيوه الكلام المستيبي الحاجة التانية حريق تاني ضمر اجزاء كبيرة في روما الامبراطور حكم من تسعة وسبعين واحد تمامين حكم سنتين ومشاريع ذو كلها ولكن فوجه بهذا الامر فاخلاق الرسيعة لم تحتمل ان يرى روما تحترك امامه فمات تيتوس وانتقر الحكم الى شقيقه دوميتيان شقيقه دوميتيان كان على النقيق من اخوه تماما انا الدولة والدولة انا بيبدو مشايدة لكن ما امتلكش قلوب الرومان كما امتلكها اخوه تعهدت اتقتل بايد الحرس بتاعه لانه كان بيشكل محاكل حاج احمد بييجي حد يبلغوا ان فلان عمل كذا ما يسألش ويقتل المتهم بريد لا هو بعتبر كل بريد متهم طالما تقال اسمه زوجة الامبراطور كانت تطلقت انضمت لجموع المتهمين ضده فترقصت فرقة لاختياله وتم اختيال دوميتيان الشعب اللي عايق على تيتو سنة 71 ما عايقش ما عايقش على دوميتيان سنة 96 الصراع رجع تاني ما بين الجيش والسينات بعد مود ديرون كسر الجيش بعد مود دوميتيان مين اللي كسر؟ لقائد جاني ان شاء الله تعال هنا في نقاط المرشدين يا ربكو ربنا فرجا ويبقى مش اولاين يبقى اوفلاين لقول مترجود شكرا جزيلا لحضراتكم كمل المرحلة الرومانية اللقاء القادم وفقا لمعاه هيحدث لاحقا وفقا لجدول النقابة شكرا جزيلا لتحيات الحج احمد والمجلس شكرا جزيلا شكرا دكتور قدامن منور دايما منورنا في نقابة المرشدين يا بلجيزة وشمال الصعيد وان شاء الله نستكمل مع حضرتك والمرة الجاة ان شاء الله يكون فيه تضور بإذن الله ان شاء الله شكرا شكرا جزيلا